السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد عماد من قناتي المتوضع النهاردة هعمل مراجعة لكتاب ليلة في جهنم منزلة بخطوة الرواية طبعا تأليف حسن الجندي من دارك للنشر والتوزيع الكتاب الجزء الاول ضمن سلسلة معرفش هتبقى سبعية ولا سلسية زي مخطوطة ابن اسحاق الكتاب يصنف ضمن روايات الرعب وطبعا كتابات حسن الجندي بتبقى شاملة رعب وكوميديا خفيفة مع شوية غموض الكتاب مكتوب عليه من وراء قضيت سنوات طفولتي ومراهقتي أمر على هذا المنزل والفضول يقتلني لا أعرف سر خوف الناس منه وتجرأت وعرفت فندمت فقررت الكتاب عنه الكتاب بدون حرق بيتكلم عن أربع أزمنة 1963 داخل منشأة تابع البرنامج السواريخ المصري وبعد كده بينتقل الكاتب إلى 1993 1993 في مسبحة بين ألتين الدهان والسلموني وبعد كده بينتقل لألفين وخمسة عشان يتكلم عن جعفر وأليكزندر وبعد كده بينتقل الكاتب لألفين وسبعة للتكلم عن صحفية مغامرة اسمها صفاء الباجوري وبعد كده بينتقل لخمستاشر اتناشر ألفين وسبعة وهي نهاية الجزء الأول نيجي بقى ونتكلم عن العيوب أولا الرواية ده من سلسلة وده معناه إنها لسه ما انتهتش ولازم تستنى الجزء القادم ومن العيب اللي أنا شايفه ميزة مش عيب إن الكاتب بينتقل بين الشخصيات بسرعة وده ممكن حد يشوفه عيب وممكن حد يشوفه ميزة نيجي بقى ونتكلم عن المميزات أولا الدكة في الأزمنة والأماكن والأسماء وحسن الجن دي معودنا على كده في كل رواياته إنه بيعيش القارئ القصة بكل تفاصيلها وأحداثها ثانيا اللغة العامية وده ممكن ناس تشوفها ميزة وناس تشوفها عيب أما أنا شايفها ميزة إن اللغة العامية أقرب لفهم القارئ ثالثا أحداث الرواية الوقعية والتفاصيل الزيادة اللي بتدي للرواية طعم الصراحة يعني حسن الجن دي أبدأ في الرواية دي الرواية طبعا نزل لها جزء تاني واسمه ليلا في جهنم الرصد إن شاء الله هعمل لها مراجعة قرية الرواية أديها 7 من 10 بسبب إنها بتحل لغز مؤقت في جزء وتسيب اللغز الأكبر ميكمل في باقي الأجزاء فإنتم مستأمن يعني لازم تستنى الأجزاء القادمة وده يعني معظم الكراء ما بتحبش يعني الستايل ده الرواية هتلاقيها طبعا في كل المكتبات في جميع أنحاء مصر والوطن العربي وبكده تكون خلصت حلقاتنا ما تنساش تعمل سبسكرايب ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك واشوفكم الحلقة الجاية في مراجعة جديدة اشتركوا في القناة